مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو بلي سي ام بتبعى قبل من البداية ما تنسوا تعملوا لايك الفيديو تشاركوا بالقناة لا تنسوا لكم اخبار تونس لحظة بلحظة اكد كمال العكروت الاميرال المتقعد ومستشار الامن القومي في عد الرئيس الراحل باجي قايد السبسي اليوم الجمعة ان رئيس الجمهورية قيس سعيد يمتلك ملف خاص بما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة مشددا على ان الملف يحتوي على مضمين خطيرة واضف الاميرال في حوار على موجات اذاعة شامس افام انه قد اطلع على هذا الملف خلال ممارسته مهام مستشار امن قومي لدى رئيس الجمهورية قايد السبسي مؤكدا ان الملف قد بلغ رئيس الجمهورية قيس سعيد باعتبارها رئيس الجمهورية الجديد واعتبر العكروت ان القضاء لا يجاري كثيرا السياسة مؤكدا انه اقترح على الرئيس الراحل تحويل ملف القضية للقضاء العسكري من اجل التسريع في البت في القضية وللتذكير كان قد حذر الاميرال العكروت في تدوين نشرها مؤخرا بصفحته الشخصية على مواقع التواصل اجتماعي فيسبوك ان رئيس الجمهورية قيس سعيد من الطريق الخطاء الذي يعبره بالبلاد وهو طريق التصادم مؤكدا ان التعديل رئيس الجمهورية لسياسته اصبح ضروريا وعاجلا لتفادي الاسواق كما قاعدين تسمعوا كمال العكروت الاميرال المتقاعد ومستشار الامن القومي في عهد الرئيس الراحل البيجي قاعد سبسي يكشف انه ثم ملف اختير ياسر تابع لجهاز حركة النهضة بين يدين رئيس الجمهورية قيس سعيد حصلوا كلمة الاخرى عندكم منتوما وقتاش رئيس الجمهورية بش يتحرك ويعمل اللي عليه ويحاسب الخوانة لو كان هما خانوا البلاد هذه لكن ما ثم حتى شيء ما ثماش عليش معنا يحط اليد في اليد وينهضوا بالبلاد حصلوا الكلمة الاخرى عندكم منتوما وهكا نكون وصلنا الى نهاية الموضوع شكرا